وبالتالي كمان احنا هنا بنتكلم على تغيره مناخي وتغيره اقتصادي لانه انا لما حقصر المحاصيل دي فانا اقتصاديا بخسر كمان طبعا بشكل كبير جدا الخسائر بتبقى كبيرة ويمكن مش بس التغيرات في الظروف الجوية احنا عندنا كمان فيه جزئية تانية خطيرة وهي متعلقة بارتفاع منصوب سطح البحر احنا عندنا جزء كبير من الاراضي الخصبة اللي موجودة في جمهورية مصر عربية موجودة في دلتا نهر النيل وبالتالي ارتفاع منصوب سطح البحر بيؤدي الى زيادة ملوحة التربة وارتفاع الماء الارضي وبالتالي المناطق المجاورة للشواطئ يعني معظم المحافظات زي كفر الشيخ اه كفر الشيخ مثلا البحيرة بيتدي يحصل زيادة في ملوحة التربة وده بيأثر على النبات النبات الجزور بتاعته مفروض ان هي بتنتص المياه عشان تضيله الغير بس لا تغرق في المياه مش بس تغرق هي بيحصل خلل النبات جزره مش بيبقى قادر يمتصر عناصر الغذائية نظرا لوجود معدلات عالية من الملوحة في التربة وبالتالي ده بيؤدي الى دهبول النبات وموته نظرا لتملح التربة فالخلل اللي بيحصل مش مجرد حتى سهل التعامل معاه احيانا بيكون فيه صوبات كبيرة لان طبعا تملح التربة ده بالذات هيبقى محتاج على سبيل المثال زيادة الرأي عشان يعيص غسيل للتربة ونحن طبعا عندها نظرة في المياه ما بنعتمد على مصدر الرئيسي اللي هو نهر النيل اللي بيستهلك حوالي 80% من إيراد مصر المائي بيروح بس للقطاع الزراعة فانحنا بنحتاج مياه أزياد لكده لقطاع الزراعة طبعا ده هو التأثير كبير جدا والأسف احنا طبعا غير مساهمين ومش مصر بس كل قارة أفريقيا انا عايز اسأل حضرتك سؤال بشكل تاني احنا دلوقتي بنشوف مثلا مشاريع زي مشروع المليون فدان المشاريع دي بقى كمان لما بيتم تنفيذها دلوقتي بيبقى فيها وزارة البيئة يعني فيها مراعاة انه انا بعمل المشروع انا عارف ان انا تحت تغير مناخي مختلف دراسة للتربة دراسة للمناخ دراسة فاعتقد غير الاساليب القديمة اللي كانت موجودة فيها المحاصيل طبعا فيه نظام كبير بتعمل المتابعة والتقييم بتقود وزارة البيئة تبقى للتقرير نشرطه الوزارة سنة 2019 اسمه تقرير محدث كل عامين لكن مشكلة هذا النظام انه هو بيحتاج تكاليف كبيرة جدا لانه يبقى فيه نظام جزء منه نظام إزار مبكر جزء منه نظام تنبؤ وتوقع لفترات طويلة جدا جزء منه دراسات محتاجينها عشان خاطر نقدر نطور المحاصيل تبقى قادرة على تحمل ملوحة التربة او قادرة على تحمل التزبزب في درجات الحرارة او الموجات الحرية وده يمكن التقرير الاخير اللي طلب كمان من جمهورة مصر العربية اسمه تقرير المساهمات المحددة وطنيا بيطالب الدول المتقدمة المشتركة في التفاقية التغير المناخ ان هي توفي بالتزاماتها وتقدم التمويل والتكنولوجيا وتعمل بناء قدرات لكل المؤسسات الفاعلة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة زي قطاعات الزراعة علشان نقدر نحقق الامن الغذائي اللي هو احد اهداف التنمية المساهمة